هذا الصباح يجمعنا بشباب صغار يافعين سموا أنفسهم بشرة خير وفعلا لما بتشوفهم تستبشر خير لما تشوف شباب مثقف سابق جيله وسابق سنه وعم بيحاول دوما أنه يعمل بصمة رغم صغر سنه اليوم رح نحكي عن فريق بشرة خير اللي يجونا من طول كرم على نابلس لحتى يحثونا عن تجربتهم ومبادرتهم في شهر رمضان المبارك معنا رئيس الفريق طارق حشمة ومعنا متطوعة تالا عيسوي أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم صباح الفل كيف الطريق من طول كرم؟ سالكي سالكي الحمد لله ما فيش حوالي في فرق جو بين طول كرم ونابلس؟ يعني إلى حد ما صحيح بس أنه يعني الصباح نمطرت مطرت شوي وكسرت الشوبي الحمد لله يلا الحمد لله رب العالمين طارق منك أنت رئيس الفريق خير أن أنت عندك تأسيس الفكرة فاحكي لنا عن فكرة بشرة خير فريق بشرة خير أول إشياء صباحكم صباح صباح الخير للكل رمضان كريم عيد سعيد فريق بشرة خير هو فريق تطوعي خيري قائم بناء على أن الأطفال في عندهم طاقات كاملة مش عارفين وين يروحوا يفرغوها وهي كثبت الدراسات الحديثة يعني فأنه حبيت أنه يكون عندي بصنة في مجتمعي وأنه عملت فريق بشرة خير هو فريق خيري هرفوا أنه يقوم بأعمال خيرية طوعية وإنسانية للمجتمع بشكل عام وللأطفال بشكل خاص تمام وكيف طوعتي بالفريق يا طارق عن طريق طارق هو الحجاني وحكي علي وأنا طبعا حبيت أني أشارك وأشوف الموضوع طب أنت كيف شكلت الفريق طارق شكلت الفريق نزلت أعلان على السوشال ميديا انستجرام فيسبوك يعني المواقع هاي وكتبت فيه إيميلي وكتبت فيه رقمي وحكيت أني اللي بحبي يطوع فيه فرصة شاركوا حتى حكيت أنه العدد محدود حتى يكون فيه إقبال بسرعة والحمد لله يعني خلال ما يقارب الثلاث أيام لأربع أيام كان الفريق متشكل وحددنا أول معه أدي عددكم؟ تقريبا عشرة يعني العدد بتراوح لحد الآن لأنه إحنا جداد في ناس لساتهم تحت التجربة يعني بيجربوا حالهم في ناس حابين يطوعوا لسا ينضموا لنا يعني تقريبا عشرة هيك شيء حلو طب وشو النشاطات اللي بتعملوها تحثينا تالا؟ أول نشاطة عملنا قبل أسبوع كان هو حملة إفطار السقم على الطرقات هي كانت توزيع الماء والطمر طبعا كان ناجح الحمد لله وكبعا كان موه المشكلة كتير هو محمد بريك صح تارك؟ يعني هو ساعدنا كتير ومشكرا ومشكرا يعني إذا هو حاليا عم بشاهدنا هو عضو من الأعداء يعني هو عضو من الفريق لكنه تكفل في كل التكلفة يعني في كل المسؤولين هذا هو السؤال كنت أصلكم إياه أنه أكيد هاي الأفكار بدها دعم مالي فأنتم مون بتجيبوا دعمكم مالي؟ حاليا إحنا لأنه جداد فبعد أول نشاطين رح أحاول أتوجه للمسؤولين عنا في طول كرم وإن شاء الله بلاقي إقبال بس أنا يعني حاليا حابب أن أطلب من المتابعين أصحاب القراري اللي عم بيشاهدون اليوم أنه إحنا فريق بشرة خير فريق جديد من الإسم في تفاؤل فليش ما أحد يكون داعم رسمي لهذا الفريق؟ موهات ونحدثهم شو نويين تعملوا عشان يتشجعوا ويرعوكم حاليا رح يكون عند خطة سنوية في كل سنة رح نشتغل إشياء معينة رح نحطها ضمن جدول مع باقي الفريق ضمن اقتراحات الفريق وهي النشاطات رح تكون عبارة عن ثقافية وترفيهية لأنهم هدول أكتر مجالين الأطفال عندنا بيحتاجوا ترفيهي وثقافي من ناحية مهارات حياتية ممكن نعطي الأطفال مهارات حياتية ممكن نكون عندنا نشاطات تفريغ نفس الأطفال المحتاجين مثل دار اليتيم ومؤسسات يلي بتتمنى هيك أطفال كسيت عليهم الدنيا حلو يعني إن شو أعماركم يعني فريق شو أعمار أعضاءه؟ أكبر واحد تسعتاش فيه سبعتاش واربعتاش وثلاثاش واثناش واثناش حالي أنا تقريبا حبت إنه أنوأ من كل عمر أخذ واحد أو اثنين إنه كل واحد يفعل أفكاره عني الثاني بتحسون متسلط عليكم بأفكاره؟ لا بالعكس زي أخونا يعني مع بعدي إحنا ما تفكر إنه يعني فريق وهيك لا إحنا أخبه مع بعدي ومع بعدي متناسكين طيب طلعتوا بأول فعالية اللي هي عملية فطار الصائمين على الطرقات حكولنا عن تواجدكم في طول كرم لأي مدى كان مقبول والناس يعني تفعلت معكم بأنه أنتم شباب وصبايا صغار كتير الناس تقبلت الموضوع يعني حتى كانوا بالابتسام يعني وكلام الجميل يعني كتير كان ربعة الحمد لله كان ناجح وما في طول كرم حدا بيفطر على الطرقات؟ بلا كان فيه كتير فرق بس الحمد لله إنه كانوا كبار همي فإحنا كأطفال منوزع مي وتمر طالعين من بيوتنا في الوقت اللي إحنا بصراحة منكون كتير تعبنين فيه فبوقت هطلعنا وزعنا من يتمروا الناس كتير استقبلونا بوجي ضحوك يعني وحبونا حتى إنهم في كتير ناس سألونا إيش أنتوا مين أنتوا لمين تابعين وشو فريقكم حول الحمد لله طب نجحنا الإجازة الصيفية طويلة تمام فشو نويين تعملوا في هاي الإجازة يا تالا؟ نويين نعمل كتير أشياء يعني مثلا أنا حاطة بالي نعمل فرحة مراحة للأطفال أنه بتعرف أنه هسا عطلنا وهيكا فلازم يعني نفرح للأبلاد والأطفال من نزول الأيتام ونعمل أنشطة حول يعني لقدام يعني رح تشوفوها وهاي الخطة طارق يعني بتعتمد فقط على عشر أشخاص واللي رح تحتاجوا أكتر عم تأسل شريحة لكم صفحة يعني أنتوا لساكم في البدايات فإحكيني شو ما يتعمل نعم صفحة الفيسبوك حابب أنه الكل يعني تابعها اسمها بشرة خير يعني منزل عليها نشاطاتنا منزل عليها مواعيد إجتماعاتنا ممكن بس لأنها جديدة كمان يعني حسب إيش المادة اللي إحنا بدنا إياها حسب إيش المستلزمات وتكلف المادية يعني مثلا إذا كان عنا نشاط كبير محتاج تمويل كبير فبوقتها إحنا منحتاج أكتر من عشر أشخاص فعشان هون أنا يعني فعشان هيك أنا قاعد بطالب من هسا من البداية إنه لكل حدا بشوفنا حابب أن يساعدنا يريد يساعدنا أكيد إحنا منتمن لكم أكيد كل التوفيق طارق وتالا وأكيد أنا بعطيكم فرصة تشكروا الفريق أو تشكروا أي حد تكم تشكروا أوكي أول إشي بشكر أهلينا بشكر أهلينا كتير لأنهم هم اللي دعمونا بالضبط هم اللي دعمونا يعني فيه أم من الأمهات عنا في الطريق سعرتني بشكل كتير كبير كمان حابب أني أشكر المؤسسات المحلية عنا فطول كرم منهم مطبعة النهضة كتير ساعدونا في عمل البطاقات ساعدونا في أفكار ممكن إحنا نعملها على شكل مطبوعات وبشكر تلفزيون أو فرائية النجاح الإخبارية على استرافتهم لأينا اليوم أكيد فضائية النجاح وموقع النجاح الإخباري بيكونوا فخرين بمثل هيك شباب وصبايا أقول لكم كل عام أنتوا ألف خير أنتوا ألف خير تمروا بعملكم وما تستعجلوا على حصاد النتائج لأنه دوما إحنا بنحتاج للصبر أكتر وأكتر حتى نوصل للي بدنا إياه كل عام أنتوا ألف خير للفضائية وللمتابعين لكل العالم وأنا حبيت يعني من خلال الفريق أني أثبت أنه الأطفال قادرين على تغيير يعني في كتير بعرف مؤسسات ومن ضمنهم الحركة العالمية لدفع الأطفال شعارهم الأطفال يقودون التغيير لكن هذا الشعار مش مفعل بشكل لازم فأنا حبيت أني أحط نقطة الأساس لأن الأطفال يقودون التغيير بالفعل الأطفال يقودون التغيير في كل المجالات أكيد إذا إحنا بننتظر نشاطات عن جد بتغير إن شاء الله ترقبونا على صفحتنا على الفيسبوك وترقبونا على التلفزيونات المحلية وإن شاء الله رح نغطي كل نشاطاتنا والقادم أفضل إن شاء الله شكرا لكم يعطيكم ألف عافية نهاركم سعيد نهاركم سعيد